طيب نبقى ايضا في باريس ولكن في شأن اخر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت نويل لوجريت عبر عن امنيته وحلمه بان يقيم مباراة بين كل من المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائري نويل لوجريت اذا هذا الامر افصح عن وجود توترات سياسية بين كل من القيادات في الجزائر والقيادات في فرنسا لوجريت ذكر بانه هذه المباراة عرضها على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي ابدأ قبولا لهذا العرض لكن حتى الان لم يتم البت في هذا الطلب لوجريت اشار بالفعل الى عدم قبول الادارة الجزائرية والحكومة الجزائرية للقيام بعمل هذه المباراة في الاراضي والعاصمة الجزائرية كما تعلمون فانه منذ عشر سنوات جرت مباراة بين كل من فرنسا والجزائر في الاراضي الفرنسية بالمناسبة قبل عشر دقائق من نهاية المباراة اقتحم الجمهور الجزائري ارض الملعب في حالة غضب كبيرة وذلك نتيجة يعني سير المباراة الفرنسيين كانوا متقدمين باربعة اهداف مقابل هدف وحيد وهو ما لم يتقبله الجزائريون المقيمون في الاراضي الفرنسية واحدثت هذه المباراة حالة من الجدل بين الاوساط الفرنسية وايضا الاوساط الجزائرية كما تعلمون ايضا فيما تعلق بها التوترات السياسية فانه من الواضح انتهاج السلطات الجزائرية الحالية نهج الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية وكان واضح هذا الامر من اعلان الحكومة الجزائرية بانها لن تجدد التعاقد مرة اخرى مع الشركة الفرنسية التي تدير مترو العاصمة وانه سيتم اسناد هذا الامر لاحدى الشركات الجزائرية ايضا العديد من الشركات الفرنسية هناك استراتيجية من قبل السلطات الجزائرية بعدم مد التعاقد معهم واسناد كل هذه الامور للشركات الجزائرية يبدو اذا بانه هناك محاولات من جانب الدولة الفرنسية من خلال القوة النعمة ككرة القدم وغيرها من الامور لاستمالة الطرف الجزائري خاصة انه احنا ايضا يعني نشاهد بعض الصراعات تحدث فيها المنطقة مؤخرا والعال الصراع في شرق المتوسط ابرز مثال على هذا الامر وانه فرنسا تحاول استمالة بعض الدول العربية اليها وشاهدنا زيارة ماكرون للاراضي اللبنانية وشاهدنا يعني كيف انه البعض ينادي بعودة مع الاسف الشديد تدخل الفرنسي مرة اخرى فيها الشأن اللبناني اذا فرنسا تحاول من جديد ان تتدخل فيها الشأن الجزائري وتحاول ايضا ان تسحب الجزائريين اليها عن طريق هذا التصريح الذي اتى من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعونا نشاهد هذا التصريح والذي اتى في هذا المنشط والصورة التالية التي لدينا رئيس الاتحاد الفرنسي نريد مواجهة الجزائر ولكن كما تعلمون فانه الجزائر ومحاربية الصحراء هم ابطال كهس الامم الافريقية التي جرت مؤخرا في القاهرة وشاهدنا يعني حب من قبل المصريين لاشقائهم الجزائريين وكما تعلمون ايضا فانه المنتخب الفرنسي هو بطل العالم واحتوي على العديد من النجوم العالميين نيجولو كانتي بوكبا جريزمان فران والعديد ايضا من عضاء المنتخب الفرنسي لكن حتى انه حالة يعني الغزل تلك من جانب فرنسا ومن جانب رئيس الاتحاد الفرنسي للجزائريين شاهدناها ايضا فيها التصريحات الجديدة التي خرجت منه بحق كريم بن زيما كريم بن زيما يحقق اداء عالي المستوى مع ريال مدريد واحرز 21 هدفانه وكانت هناك مشكلة كبيرة جدا في ضمه لها المنتخب الفرنسي وشاهدنا سجال حد ويبدو انه النزع اليمينية المتطرفة تدقلت في هذا الامر وشاهدنا حتى ديشان غير قادر على استقدام بن زيما وقم ايضا بالهجوم عليه وشاهدنا حتى سخرية من جانب هذا الرئيس رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينما تحدث عن انه بن زيما لن يتم استقدامه مطلقا للمنتخب الفرنسي الاول لكنه الممكن استقدامه للمنتخب الاوليمبي وقال انه هو مستواه يرقى للاوليمبي ولا يرقى للفريق الاول وان عندنا جريزمان وجيروت لكنه في النهاية في هذه الايام يتحدث ويغازل بن زيما ابن الجزائر وصاحب الاصول الجزائرية يحاول مغازلته من جديد من اجل انه يسنع عليه ومحاولات ايضا انه من الممكن ضمه اذا فقى المدير الفني ديشام لكن كل هذه الامور تبقى بانه في اطار بالفعل محاولات من جانب الدولة الفرنسية لاستمالة القيادة الجزائرية الحالية والشعب الجزائري اللي قطعا بلا شك نشاهده دايما يرفض الهيمنة الفرنسية ويقوم باداية العديد من المواقف البطولية والمشجعية يعني اعتذكر حتى انه في مباراة كولمبيا الودية والتي جرت في باريس شاهدنا انه الاف من المشجعين الجزائريين الذين احتشدوا في ملعب المباراة وهتفوا بالنشيد الوطني الجزائري وكان مشهد مؤثر للغاية كأن الجزائريين هم من يحتلوا باريس في توقيت الراهن اممان